سايبر سيكوريتي اللي قاعد نسمع عنه فشنو السايبر ريسك اللي قاعد يحصل مع هذا التطور الرقمي أبدأ فيها بشي قاعد شو بسوشيال ميديا وايد ما تلاحظ أنه مرات يطلع لك فيديو يقول لك واحد يتكلم أصوات أو لغاته تختلف وهو قاعد يتكلم فجأة إنجليزي فجأة عراحة فجأة صوت بوحامد على وي شخص ثاني هذي يسمونهم الديب فيكس الحين هذي الهبة السوشيال ميديا أو هبة التكنولوجي شونو قاعد يصير اليوم وصلنا مرحلة من تطور التكنولوجي إن أنا أقدر أخلق شخص بوحامد لكن بالديجيتال لايف هذي شو قاعد يسوي هذا قاعد ياخذ هويتك ويفهمك من السوشيال ميديا تصرفاتك معلوماتك ويكون شخصية ثانية لك ويقدر يتحل شخصيتك ويمشي بالديجيت فهو بوحامد بس مو بوحامد مو بوحامد بالضبط وكل شي حتى يوديك على عيالك البيت حاتشين ما يوم بهم وشفناها أنا وعمر جدامنا شون تصير إذن هذي شون يعني؟ هذي مناتها تطور تكنولوجي شون تسوي كنترول عليها؟ التكنترول مال سايبر سيكوريتي نوعين اويرنس اللي هو فهم وعي مالنا هذا هو الأهم من أي شيء ثاني والشغلة الثانية السلوشن اللي قاعد نحطها إذا بتكلم على البنك أنا عندي بروديكت سولوشن متطورة تخدم الاي اي اي تسوي كنترول على هذه الأمور بنفس الوقت إذا أنا حطيت لك مليون سولوشن بالسيكوريتي لكن يوزر نام الفاسترد ما لك أنت عطيت أحده لأعطي أحد السلم ما سوي لك؟ خلاص فكل شيء أنت أحنا سويت لك إياه أنت فاتح الباب وتقول حق الحرامي ديشها وتقول إي شيء الحرامي وإحنا ما عندنا في حملة اللي نكون على دراية يعني قاعد أن مهمة جدا وليل يوم نحتاج نزيد الوعي مثلا أنا ما أقدر أذهب إلى موقع أحط المعلوماتي الشخصية في أمور أخرى تخلي تستخدمها أنت أن تخفي معلوماتك الشخصية لأنه مفجأة أنت لماذا سنقوم بالكروت؟ أنت رايح موقع صحيح ما في شيء حطيت معلوماتك فجأة بات اليوم صار عليها الكرت صار علي فروت حاط كنترول أنت مع فيزا ماستر وغيرها لكن يصير فروت ليش؟ لأن معلومات يصير لها ليكيج فأنت كثر ما تقدر أنا كشخص أو أنت كرب أسره وأنا أن المعلومات التي أشاركها مع الناس بطريقة معينة أن أحطت له انفقدت أو انباقت أنه يصير عندك سايفر سيكوريتي الله يعينهم تحتاج ثقافة تحتاج تدريب تحتاج ناس أفهم وناس داشين بالسوق يعني السايفر سيكوريتي لو حافظ ما ينفعك لازم يكون فاهم ومجرب ومختبر الشيء صحيح إحنا من نتدور اليوم؟ أنا شخصيا براكذا بدور شخصية معينة أدور واحد هاكر رايبة شغلة عندي أثكل طبعا أثكل هاكر صحيح لمثل هذه الهجمات ممكن بس تقول لنا شنو قاعد يسوي البنك؟ شوف الله يسلامك اليوم إحنا بحكم إطار السيبر سيكوريتي فريم مواكل البنك المركزي قدمه ما يعطينا أمور المهمة لنستخدمها سواء حماية المعلومات السيستم بروتكشن في عندك كوايد بالشياء تعلق بالقرصانة اللي قاعد تصير عندك يصير عندنا اختبارات نسميها أن كل ما يصير عندنا ريليس حق أي بروتكت قاعد يصير عليه اختبارات بناحية السيبر سيكوريتي نتأكد أنه شنو قوة السلوش اللي قاعد نسوي من ناحية السيكوريتي وإذا صار شي فيه شون نقدر نعالج الأمور إذا لا قدر الله صار على شي فهذه اللي نحن نقاعد نسوي كبراكتس اليوم قاعد ناخد السلوشن اللي موجودة بالماركت اللي ادفانس اللي فيها اي اي دريفن اي نعم طبعا لأن الاي اي يفهم ويتعلم بسرعة قاعد نستخدم تعاون مع شركات عالمية من ناحية السيكوريتي يعطونا الاختبارات اللي دي ديشي قاعد يصير ثانية على الفكرة كل اسبوء احنا قاعد نسوي تحديث للبنية عندنا بالاي تي نطور ونسوي سمونا باتشن اللي هي الابديت اللي صغير يصير نزيد السيكوريتي بالمالتنا لا بالعكس يعني هذا شي تشكرون عليه صراحة يعني احنا قاعد نشوف وحتى يعني الوعي والثقافة اللي قاعد تنبني اليوم يعني واضحة ان شلون نتعامل مع اي يعني اي ميسيج ممكن يكون في شبهة بالعكس يعني نتشكره ان شاء الله الحلقة يشوفونها البنك مهم جدا اياك ايميل شاك فيه تأكد ان تشوف المرسل لا تقرن الاسم ساعات لما تحط ترعس على الاسم تشوفوا الايميل الصج اللي يايك صح لماذا نسميها ايدنتيتي ثفت لماذا تبوغل ايدنتيتي ثفت يدزلك مثلا انا بوحامد داز ايميل دازة حق عبدالوهاب قاعد الوهاب عين شخص لفلاني وهذا السي في مال لينك عبدالوهاب اذا ولا مرة اكلمك عن الشخص هذا والتوظيف مثلا دق رعس لينك مال السي في شفت هاي الرعسة هذي افتحت الفارمات عندنا ولا اقدر اسوي شيانا عرفت هذه المشاكل هذه الامور لازم اذا عبدالوهاب او انا عبدالوهاب كمثال ها الجميع الموظفين اللي عندنا اذا شك بايميل خي يتأكد ان الاسم والايميل صح هذه الرسالة ودوه جهة حق جميع يعني هذي الهوايد هم يتصيدون بالصرف اكيد المشكلة ان اللي تصير وياه عبالة ان مثلا شلون داره اكيد هاكر الجهاز او اكيد مخترق نظام البنك لا اهو يدز حق ال الف ومئتين موظف الا من ال الف ومئتين موظف هالكيس ماشية معاه فالناس لما يصير باختراق او اللي قاعد نشوفه احنا بشكل يومي زين ما حد قاعد يستوعب ان الايميل هذا مثلا ان هذا بقيس على مستوى الكويت قاعد يندز حق خمسة مليون مستقبل فالخمسة مليون هو وايد راح يستنس لو امي بس نجح بميام اكيد فاحنا مستوى الوعي لازم يكون يعني من داخلنا احنا منبع مني انا نفس ما انا الحين عارف قوانين المرور ادري انه ما طوفي الاشارة الحمرة ادري متى اربط لازم حزام لهم في اشياء يمكن انا اتعداها وغيري اتعداها انت هني اللي تتحمل هذه المسؤولية فاحنا لازم نقيسها ان اليوم الامن السبراني لازم احنا كمستخدمين نوع خلاص لازم نعرف قوانين الاشياء اللي قاعد دور بيننا لانه بشكل يومي نزيل نفس ما كنا قبل نضحك على تورستراب والنشالين النشون ممكن واحد وانت مار باي يقربوك مالك نزيل وليل حنها قاعد تصير بس الحن قاعد تصير بطريقة الالكترونية وايد اسهل يقدر النشال هذا اللي قاعدين نشوفه كان يمكن حصيلته باليوم واحد الحين لا الضحايا بالالاف بالالاف صحيح زين هذه الاشياء السلبية عسى الله ان شاء الله يبعدها عنا ويبعدها عن كل عملائنا وعملاء البنوك بالكامل اشتركوا في القناة